قبيل سويعات من استيناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بدأت تتسع دائرة رفض الاتفاق المعلن بين الطرفين حيث ترى قوة سياسية أن الاتفاق الثنائي يقصي الآخر فيما يرى آخرون أن الاتفاق يتيح فرصة لقوى إعلان الحرية والتغيير لتفرض علمانة الدولة وتخصي الشريعة الإسلامية عن إدارة الدولة وحياة الناس وتتسع دائرة الرفض للاتفاق الإطاري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير الأصوات الرافضة للاتفاق بدأت تتعالى وتجاهر متخذة عدة أساليب وفاتحة نوافذ متعددة لخيارات الرفض تيار نصرة الشريعة ودولة القانون ركب موجة المسيرات الهادرة فنظم يوم الجمعة مواكب حاشدة عرفت بجمعة الرفض جابت عدة شوارع في العاصمة الخرطوم نجح من خلالها تيار النصرة في إسماع صوته وتوصيل رسالته وتأكيد قدرته على الحشد وتحريك الشارع ومقاومة اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير القوى السياسية التي كانت حليفة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير دخلت ميدان المجاهرة برفض الاتفاق الثنائي وفي مقدمة هذه القوى الرافضة حزب المؤتمر الشعبي الذي رأى أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يسعيان إلى تحقيق ما أسماه ديكتاتورية مدنية تحت شعارات الثورة مما يشكل على حد وصفه خطورة على الوطن وسلامته وترفض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي السماحة بمشاركة أي كيان حزبي كان مناصرا ومساندا وداعما ومشاركا في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بالمشاركة في السلطة الانتقالية الجديدة التي ستعنى بتنفيذ مطلوبات واستحقاقات ثورة ديسمبر التي أحدثت التغيير وطاحت بنظام البشير مراقبون للمشهد يرون في تشدد قوى إعلان الحرية والتغيير إغصاء للآخر وانفرادا بالسلطة ويتخوفون من إعادة ذات السيناريو الذي نفذته الإنقاذ في عهدها الأول ويؤكدون أنه لا توجد في المشهد الحالي قوى لم تحاور أو تشارك نظام الرئيس المعزول عمر البشير ونشير إلى أن الاتفاق الإطاري المعلن بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد نص على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاثة أعوام مع تشكيل مجلس سيادي مختلط ومجلس للوزراء تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير بجانب مجلس تشريعي يتكون من ثلاثمائة عضو تذهب نسبة سبعة وستون بالمئة من الأعضاء لقوى إعلان الحرية والتغيير مقابل ثلاثة وثلاثين بالمئة للأحزاب التي لم توقع على إعلان الحرية والتغيير ولم تشارك في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير